تهيكو يا شباب حالة النهاردة انا نفسي كنت ما انتظرها وهنتكلم عن اخبار دي سي وايه اللي حصل خلال كام يوم اللي فاته ولكن اثناء تحضر الحلقة دي لقيت خبر غريب جدا وهو ان هنري كافل مازال موجود في عالم دي سي هتقول لي ازاي هقول لك بالفعل الكلام ده حصل وهوضح لك الكلام ده بالتفاصيل في حالة النهاردة بس قبل ما نبتدي عاوز اقول لك ان في صفحة على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت بلزل عليها اخر العبار فما تنساش تبقى تدخل واتبعني هناك قبل ما ننتهي الحلقة لو انت لسه جدال على القناة ما تنساش تعمل سبسكرا وبتفعل الزر الاشعارات على الكل وكمان اللايك وتسيب لرقك في الكومنتات والشير وخلينا نبدأ خلدينا نتكلم في اول خبر عندنا في حالة النهاردة وهو عن زبات مان او باتمان فيرس العالم الخاص بمات ريفس كل الكلام بيتقال دلوقتي ان سلسلة زبات مان هي تطول معانا حبة حلوين يعني من اخر كده مش هتنتيه خلال سنة او سنتين وده ليه بسبب المشتقات اللي بدأت تظهر من فيلم زبات مان اول حاجة عندنا وده بيتم تصويره دلوقتي وزمانه اصلا قرب يخلص وهو مسلسل زبان جوين وكلنا عارفين حاجة زي دي ولكن فيه كلام نزل مؤخر انه يكون في عمل مشتق لكات وومن وبرضو كذلك الامر مع كلاي فيس وطبعا كلنا عارفين ان ده هيكون الفيلان الاساسي في فيلم زبات مان 2 ولكن عندنا كمان ذا سكير كرو وبوزن ايفي دول اتنين هيتعملهم برضو عمل مشتق من زبات مان انا بالنسبة لي معنديش اي مشكله مع اي حد ولكن بوزن ايفي ليها هتيبقى مصيبة لان كلنا عارفين انه ممكن تروج للم Sub- وطبعا قبل كده كان في خبر متى المرجو تروبي او هارلي كوين ان هي عاوزة تعمل عمل مع بوزين ايفي وطبعا احنا كنا عارفين ان لو بوزين ايفي وكمان مارجي تروبي او هارلي كوين اجتماعه في عمل واحد هتبقى مصيبة وانتهر بعد كده على فيلم الجوكر 2 خلاص كده يا اخوانا رسميا تم الانتهام من تصوير فيلم الجوكر 2 وطبعا مخرج فيلم توسفيلبس بينزل صورة كده لهارلي كوين وعاوز اقول لكم الصورة دي اعتبر هي نفس المكان اللي تصار فيها الجوكر في الجزء الاول وبعد كده بينزل صورة كمال الجوكر يعني حاجة كده رسمية للجزء التاني وبصراحة الصورة دي عجبتنا جدا الكادر بتاعها اللي هو جاي من تحت كده يعني حاجة في منطقة العمق بصراحة وفقة تفاصيل كتيرة يعني حتة صيعة بصراحة من توسفيلبس وكل يوم بيلاقي طبعا صورة جديدة من لوكيشن او فيديو جديد طبعا شفنا فيديو كده متصرب من موقع التصوير لهارلي كوين وهي واقف على السلالم الشهيرة جدا اللي الجوكر رأس عليها في الجزء الاول وبصراحة لم استنى شوفها هي هتعمل ايه على السلالم دي هنشوف نفس الرأسة بتاعت الجوكر كمان بنشوف فيديو للجوكر وهو بيمشي عادي جدا في وسط عربيات الشرطة وفيه كلام كتير بيتقال ان احتمال كبير هنشوف دراما كبيرة جدا جوه المحكمة في الجزء التاني مش عارب بصراحة الكلام هيدور ازاي ان زي ما قلت قبل كده ان احداث الفيلم الجوكر تو لحد الوقت لسه مش مفهومة ففيه كلام كتير بتقال من موظفين الشركة ان هم عارفين سكريبت الجزء التاني ولكن ما فيش اي حاجة رسمية عن الموضوع ده وبيقال ان الجوكر او خواقين فينيكس هيقدر ان هو يعرب من السجن وده طبعا بعد نهاية الجزء الاول وكمان هيقدر ان هو يقابل لدي جاجا او هارلي كوين ولحد الوقت لسه مش عارفين الشخصية بتاعتها هارلي كوين دي هتتبين ازاي وعاوز اقول لكم ان العلاقة بينهم الاثنين مش مجرد قصة حب وطبعا هي علاقة اقرب ما بين الحب والقراهية وبيقال ايضا ان الفيلم ده هيكون اكتر فيلم كوميك بوك سوداوي تم صنعه وبصراح انا مش بتأكد من دي اول ان كان فيه كلام من توتو فليبس ان الفيلم موسيقي فمش عارف ازاي بقى سوداوي وموسيقي في نفس الوقت وطبعا عشان خاطر ما عدش اقول كلام وهتسمع تيت كتير فيعني ملخص اللي هقوله ان فعلا الفيلم فيه جدا وعلى كلام بقية الموظفين ان السونايرو فعلا بتاع الفيلم هيكون صادم جدا وبمزناية كبيرة وطبعا لو الاستوديو ما تدخلش في الفيلم ده هنشوف حاجة عظمة ونروح بعد كده على عالم دي سي واول حاجة عندنا وهو فيلم اكو منتو اخواننا خلاص يعني بيقال ان هو تم تقديم موعد العرض بتاعه طبعا انا كنت مفصول جدا يعني اكيد شهر ولا شهر يلتو خمس ايام بالزبط فخلاص تمام عدي خش على بعده اما بالنسبة لكريس براد ده طبعا عن لعب دور بيرستار جولد طبعا قال لك في حال ان جيمس جان شايف ان انا مؤهل للدور ده اكيد طبعا مش هفكر في الموضوع وعلى طول هاجي وهعمل الدور ده اما بالنسبة لممثل فران جريلو عاوز اقول لكم اخواننا هو بيأكد معانا ان هو انضم رسميا لعالم دي سي يو طبعا كما منفترة منزل عنده على نيستا وده كنتم موضحه في حلقة قبل كده انه خلاص انضم العالم دي سي يو ولكن كده رسميا هو في عالم دي سي يو وبالنسبة الناس بتسأل هيلعب دور ايه اعتقد ان هو هيكون تابع لحاجة في وطبعا هو واضح جدا من نفس التسريحة هيلعب دور ايه وطبعا الراجل ده كان بتكلم عن مارفل شوية وقال لك ان انا كنت انفكر ان الشخصات بتاعت في مارفل هتاخد وقت طويل جدا ولكن لاسف هيبو ظني والموضوع انتهى بسرعة جدا فعشان كده قررت ان انا اتضم العالم دي سي يو وطبعا انا بالنسبة للموضوع يعني مقلق الى حد المال لان انا شايف ان احنا بناخد ناس كتيرة جدا من مارفل فربنا يستر على اللي جاي نروح بعد كده لجيمس جان الراجل ده كان موضح ان فيلم السوبرمان ليجاسي مش هيكون زي الافلام اللي كان عاملها قبل كده او بالاصح كده مش هيكون شابه بالفيلم بتاع جاردين وفيزا جالاكسي وطبعا هيكون مختلف بشكل كبير جدا وهنا بيوضح لكل الناس ان شايفة ان جيمس جان هي افلام كلها سطنب واحدة وما فيش اي تغيير لأ وبعد الكلام ده بيوضح لك ان لا هيكون عندي تغيير كبير جدا واكيد فيلم سوبرمان ليجاسي هيكون مختلف على الحاجات اللي انت كنت شايفها لقبل كده بعد ما جان اعلن الشابتر الاول او الاعمال اللي تظهر في الشابتر الاول يا ترى ايه باقي الاعمال لان جيمس جان هو فعلا وضح كلام زي ده وقال ان لسه في اعمال تانية ما اعلنش عنها في اقوال الكتيره بتقول ان في مشروع ما بين سوبرمان وطبعا ده هيكون حاجة تقيلة وبرضه هيكون فيه باسمي كارتو ومشروع عن مستر ترافيك ومشروع عن لوبو وكمان في مشروع مستوحي من جاستس ليج اما عن زي اثورتي فعاوز اقول لك يا اخوانا ان كل الاقلوبة دلوقتي بتقول ان الفيلم ده يتم تصوير بحيسي انه هي ظهر في الماضي وليس الوقت الحاضر وفيه كلام كمان ان هو جيمس جان خلاص استكر على المخرج وكاتب فاعتقد ان احنا هنسمع عن الكاست الخاص بسورتي قريب جدا اما بالنسبة عن مشروع اللي جيمس كامب كان بيقول عليه قبل كده وهو مشروع سر للغاية وقوي جدا فهو غالبا بدأ يتضح في الوقت الحالي انه هو مشروع جاستس ليج. زي ما قلت كده من شوية والفيلم ده يكون من اخراج ان دي موشيتي. وطبعا لو من اخراج ان دي موشيتي فعايز اقول لك ان الفيلم ده ممكن يعمل نجاح كويس جدا. لان الرجل ده هو نسخة مصدره من زاك سنايدر. وعاوز اقول لكم ان الكلام ده كان قديم ولكن بدأ ينتشر في الوقت الحالي بتوراية كبيرة جدا. فاعتقد ان ده فعلا المشروع الكبير اللي شغال عليه جيمس جان. اما عن سوبر مان لجاسي اخواننا فا عاوز اقول لكم ان جانش يكون فعلا مركز جدا مع الفيلم ده بدرجة انهم مش عاوز يستعجل فيه باي حاجة. وفعلا اختار شخص عشان يكون مسؤول عن اختيار الممثلين اللي هيمثلوا في الفيلم ده. واعتقد انه قريب جدا هنسمع مين اللي هيكونوا في فيلم سوبر مان لجاسي. والشخص ده هو جوب بزديرة وعاوز اقول لكم ان الشخص ده حصل عد الجواز قبل كده زي زادارك نايت وكمان انترستيلر. برضه عاوز يقدم معانا في الفيلم ده كريبتو الكلب الخاص بسوبر مان. بالنسبة عن هنري كافل. يا طرى الراجل ده متواجد ولا راجل ده ماشي. طبعا في واحد من الفانز كتب لي جيمس جان انه هو فعلا مشتقل هنري كافل. والراجل رد عليه وقال له انه هو لسه ممشيش من عالم دي سي. وانه هو لسه متواجد. يا طرى فعلا ان جيمس جان صادق في كلامه ولا بيشتغلنا كالعادة وبيهزر. في معظم الفانز اتكلمه عن النقطة دي وقال لك لها يا راجل ده هو بيهزر. وطبعا احنا كده كده في ابريل ويتلاقي كتبة ابريل دي منتشر اليومين دول. وفي ناس تانية خدت الموضوع بجدا شواء وقالت ان فعلا هنري كافل متواجد في عالم دي سي. ومش مغادر عالم دي سي كمان. فخدنا اقول لك كده لو رجعنا فلاش باك ان كان جيمس جان بيلمح على زا كينج دون كام. وان كل الناس كان بتتكلم وتقول لك ان هنري كافل هو اللي هيعمل دور سوبرمان الراجل الكبير في السن. اعتقد ان مفيش حد نائيا كان بيقول حاجة غير كده ان فعلا هنري كافل في يوم الايام هيعمل الشخصية دي. فهل فعلا جيمس جان يقصد ان هنري كافل متواجد عشان في يوم الايام نشوفه بالدور ده. ولا يقصد حاجة تانية. اما معظم الفانز خد الموضوع بتحليل عامل شوية وهو فعلا ان الموضوع غريب. يعني احنا دلوقتي في الشابتر الاول جيمس جان هيقدمننا فريق زي اسورتي. والفريق ده يعتبر زي الجديد. وطبعا هو هيقدم على الجانب التاني فيلم سوبرمان ليجيسي. ويعتبر هنا هو سوبرمان لسه في بدايته. يعني من اخر كده لسه ملحقش ياخد خبرة وما كانش ليه موضوع من الاساس. فازاي هيقدر يواجه فريق زي زي ما وضحتي كده ان في مشروع جيمس جان شغال عليه سوبرمان دد فريق زي اسورتي. فصعب جدا يكون يعني مع اول فيلم السوبرمان وان هو لسه ما خدش خبرة واعتبر لسه كرار كانت زي ما قلنا كده ان هو في حياته طبيعية جدا يوم رايح جاي على طول عاملك مشروع سوبرمان دد فريق زي السورتي. زي ما وضحت كده ان في يوم الايام جيمس جان يعني يعتبر نشهر الصورة من الكومي بتاع كينج دوم كام. فهل فعلا في يوم الايام فيلم سوبرمان ليجيسي هيكون زي وبعدها نشوف ونشوف بعد كده احداث بيظهر فيها سوبرمان كبير زي هنري كافيل. والموضوع غريب الى حد ما ولكن مع الوقت هنعرف حاجة زي دي. ولو سألتني بصراحة اقول لك انا ما بسقش في كلام جيمس جان. فسيبه يتكلم زي ما اعاوز لانه هو قال كتير جدا. وفي الاخر عمل عكس الكلام اللي كان بيقوله. لكن في يوم الايام فعلا ممكن نشوف هنري كافيل في الخطة الجديدة جيمس جان لو عالم زاك سنادر مكملش مثلا او مقدروش انهم يعمل الحملة بتاعتهم في يوم الايام. احب اقول لك انه وارج جدا هو يكمل. ولكن في حالة واحدة فقط زي ما وضحت كده ان هو يعمل دور في وارد جدا يكون قصده فعلا ان هو يكون متواجد ولكن هيعمل شخصية تانية غير شخصية سوبرمان. طبعا احنا كنا عارفين قصة كلها لما اتعرض عليه دور هو خط بعضه ومشي. فصعب جدا ان هنري كافيل يكون متواجد ويعمل دور غير سوبرمان في عالم دي سي. بس انا بالنسبة لي هاخد الموضوع كله يعتبر زار او بالاصاح كده اذا ما ارترك عشان احنا في شهر ابريل فهنقول كتبة ابريل ونعديها. ويبقى الامل مع زاك في الحملة او في المؤتمر اللي هشتعل عليه فاخر الشهر ده. وهنشوف بعدها ايه اللي ممكن يتم. وبس كده عزيزي المشاهدين نكون خلصنا حالة النهاردة. ما تنساش لو انت لسه جديد على القناة تعمل سبسكراب وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وكمان اللايك وتسيب دراك في الكومنتات اي حاجة عايز تسعيل عليها وارد عليك.